تت نائب يكلمين عن منظومة الأجور وزاية طوارد دخل الدولة المصرية وكمان شاملت القطاع الخاص مش بس القطاع حقيقي يعني كانت الدولة المصرية وطبعا دي بتوصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نحافظ على الحد الأدنى للأجور في كل المستويات لذلك كان نشاط المجلس القومي للأجور مختلف تماما عن أي فترة سابقة لأن زيادة في خلال خمس سنوات لم تحدث في مصر في 2022 اصبح الحد الأدنى من 1200 ل2400 جنيه في 2000 بداية يناير 2023 الحد الأدنى للأجور وصل ل2700 جنيه في يوليو 2023 اصبح الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه بعدها تطور ل3500 جنيه ونهاية أو بداية سنة 2023 وصل ل6000 جنيه المجلس القومي للأجور بيعمل على حفاظ على هذه الفئة من المجتمع نظرا للتضخمات والتغيرات الاقتصادية ونظرا لكثير من الأمور اللي بتمر بها الدولة المصرية والعالم كله كان قائم على مجموعة من الدراسات وطبعا حضرتك تعلمي أن المجلس القومي للأجور يتكون تقريبا من فئات من الفئات اللي بتحافظ سواء كان وزارة العمل وزارة التضامن وزارة التموين طبعا على رأسهم وبيرقسهم وزارة التخطيط المجالس المتخصصة زي المجلس القومي للأجور الاتحادات المتخصصة أيضا زي اتحاد العمال والاتحاد الصناعة والاتحادات الأخرى حتى المشروعات الصغيرة ومتداية الصغر ومن يمثلها بيكون موجود في دراسة هذا الأمر وفي دراسة التضخمات والأثار الجانبية على العامل المصري ومن هنا عايزة أقول لحضرتك أن الطفرة اللي حصلت في قرارات المجلس القومي للأجور لم تحدث إطلاقا يعني إحنا كان بيمر علينا سنتين لم يجتمع المجلس الأجور ثلاث سنين لم يجتمع المجلس الأجور إلا أن في نهاية الأربع سنوات الأخيرة كان اجتماع المجلس القومي للأجور مستمر عشان يكون هناك استجابة سريعة للعمل المصري بتكون قراراته ملزمة للجميع القرارات ملزمة للجميع